يريد أحمد اختبار ما إذا كانت الحميات الغذائية منخفضة الدهون تساعد الناس الذين يعانون من السمنة على التخلص من الوزن الزائد لذلك قام بتكوين مجموعتين كل منهما تضم مئة شخص يعانون من السمنة تم اختيارهم عشوائيا من المجتمع الاحصائي وطلب من أفراد المجموعة واحد اتباع حمية منخفضة الدهون بينما طلب من أفراد المجموعة اثنان اتباع حمية تتضمن نفس كمية الطعام التي يتناولها أفراد المجموعة واحد تقريبا لكن بنسبة دهون أعلى هذا يعني أن المجموعة اثنان هي المجموعة الضابطة التي لن يتبع أفرادها الحمية منخفضة الدهون أما المجموعة واحد فهي المجموعة التجريبية التي يراد اختبار أثر الحمية منخفضة الدهون على أفرادها أكمل قراءة السؤال بعد أربعة أشهر وجد أن متوسط خسارة الوزن في المجموعة واحد يساوي 9.31 باوند والانحراف المعياري S يساوي 4.67 إذن متوسط العينة للمجموعة واحد وهي المجموعة التجريبية يساوي 9.31 باوند حيث يرمز لمتوسط العينة بـ X فوقه شرطة والعدد واحد هنا يشير إلى المجموعة واحد وانحرافها المعياري S يساوي 4.67 باوند بينما في المجموعة اثنان وهي المجموعة الضابطة متوسط العينة يساوي 7.40 باوند والانحراف المعياري يساوي 4.04 باوند بناء على مقاييس العينتين يبدو لكم أن أفراد المجموعة ذات الحمية منخفضة الدهون فقدوا وزنا أكثر من الوزن الذي فقده أفراد المجموعة الضابطة استخدموا الآلة الحاسبة لإيجاد الفرق بين متوسط العينتين 9.31 ناقص 7.40 يساوي 1.91 والمطلوب منكم في هذا الدرس إيجاد فترة الثقة 95% حول الفرق بين المتوسطين 1.91 وفي الدرس القادم ستقومون بإجراء اختبار فرضية بناء عليها وذلك باستخدام نفس البيانات الموضحة في هذا المثال في البداية أرسموا توزيعا للفرق بين المتوسطين الحسابيين أرسموا خطا في المنتصف يوضح المتوسط الفعلي للفرق بين المتوسطين متوسط العينة X1 ناقص متوسط العينة X2 ويرمز للمتوسط الحسابي بالحرف اليوناني ميو ولهذا التوزيع انحراف معياري ويرمز له بسيجما ذكرنا في البداية أن عليكم إيجاد فترة الثقة التي يكون احتمال وقوع القيمة الفعلية للمتوسط الحسابي لهذا التوزيع فيها 95% بمعنى آخر عليكم إيجاد فترة حول المتوسط بحيث يكون احتمال سحب عينة عشوائية من هذه الفترة التي سأضللها باللون الأحمر يساوي 95% مع العلم أن الفرق بين المتوسطين 1.91 يعد أيضا إحدى العينات في هذا التوزيع هذه هي المنطقة التي تهمنا هنا إذن السؤال الآن ما عدد الانحرافات المعيارية عن المتوسط الحسابي من الجهتين اليمنى واليسرى والتي تمثلها هذه المساحة لإيجاد عدد الانحرافات المعيارية في كل اتجاه عليكم الاستعانة بجدول الدرجات المعيارية Z وتذكروا إذا كانت المساحة في المنتصف تمثل 95% من مساحة منحنة فهذا يعني أن مساحة هذا الذيل تساوي 2.5% والذيل الآخر 2.5% فالذيلان متناظران كما ترون لذلك يتم تقسيم المساحة المتبقية وهي 5% بينهما يساعدكم جدول الدرجات المعيارية Z على إيجاد القيمة الحرجة لZ التي تقع هنا عند هذا الخط لكن انتبهوا أن عليكم البحث عن 97.5% في الجدول وليس 95% لأن الجدول يعطيكم الاحتمالات الكلية للتوزيع وصولا إلى القيمة الحرجة أي كل ما على يسار هذا الخط سأشرح لكم الأمر بالرسم هذا منحنى توزيع البيانات عينوا قيمة Z الحرجة هنا تقريبا احتمال الحصول على قيمة أكبر من القيمة الحرجة يساوي 2.5% أما احتمال الحصول على قيمة أقل منها فيساوي 97.5% في البداية ابحثوا عن النسبة 97.5% في جدول الدرجات المعيارية Z لديكم هنا 0.975% وكما ترون فأن قيمة Z الحرجة تساوي 1.96% أي أن 2.5% من القيم التي يمثلها التوزيع أكبر من 1.96% انحرافا معياريا عن المتوسط الحسابي إذن قيمة Z الحرجة هنا تساوي 1.96% ضرب الانحراف المعياري لـ X1-X2 أما القيمة الحرجة على اليسار فتساوي سالب 1.96% ضرب الانحراف المعياري لـ X1-X2 ولأن نصفي المنحنى متناظران فإن هذه المسافة هنا تساوي نفس المسافة على الجهة الأخرى إذن هناك احتمال بنسبة 95% أن العينة 1.91% وهي الفرق بين المتوسطين تقع ضمن مسافة عادل 1.96% ضرب الانحراف المعياري لهذا التوزيع من المتوسط الحسابي الفعلي إذن هناك احتمال بنسبة 95% أن المتوسط الفعلي للتوزيع يقع ضمن مسافة عادل 1.96% ضرب الانحراف المعياري من 1.91% هاتان العبارتان تحملان نفس المعنى عليكم الآن حساب هذه المسافة وللقيام بذلك عليكم أولاً إيجاد الانحراف المعياري لهذا التوزيع أخذتم في الدرس السابق توزيع الفرق بين متوسطين عينتين أي عليكم حساب الجذر التربيعي لمجموع تباين التوزيعين من أجل إيجاد الانحراف المعياري إذن تباين التوزيع X1-X2 سيجما تربيع يساوي تباين توزيع العينة X1 زائد تباين توزيع العينة X2 وتباين توزيع كل من هاتين العينتين يساوي تباين المجتمع الإحصائي مقسوماً على حجم العينة وحجم العينة للمجموعة التجربية في هذا المثال يساوي 100 زائد تباين توزيع عينة المجموعة الضابطة ويساوي تباين المجتمع الإحصائي مقسوماً على حجم العينة لكن بما أنكم تجهلون هاتين القيمتين تستطيعون الاستعانة بتباين توزيع العينة من أجل تقدير تباين توزيع المجتمع الإحصائي خاصة أن قيمة N أكبر من 30 وهذا ينطبق على العينتين X1 وX2 فيصبح لديكم S1 تربيع على 100 زائد S2 تربيع على 100 مع العلم أن S يستخدم للدلالة على الانحراف المعياري وبالتالي يشير S تربيع إلى التباين هكذا تستطيعون حساب تباين توزيع الفرق بين متوسط العينتين الآن إذا أردتم حساب الانحراف المعياري فكل ما عليكم فعله هو حساب الجذر التربيعي لكل الطرفين عوضوا الآن القيم في المعادلة لتحسبوا المقاييس الإحصائية المطلوبة وفقا للمعطيات فأن S1 وهو الانحراف المعياري للمجموعة واحد يساوي 4.67 أما S2 فيساوي 4.04 ولا تنسوا أن عليكم تربيع هاتين القيمتين استعينوا بالآلة الحاسبة الآن لحساب الانحراف المعياري لتوزيع الفرق بين X1 و X2 جدوا الجذر التربيعي بعد أن حسبتم الانحراف المعياري لهذا التوزيع أصبح بإمكانكم الآن حساب فترة الثقة هذا الجزء من العبارة أي الانحراف المعياري يساوي 0.617 إذن المسافة بين القيمة الحرجة والمتوسط الحسابي يساوي حاصل ضرب 1.96 في 0.617 ويساوي 1.21 تستنتجون أن فترة الثقة 95% تساوي 1.91 وهو الفرق بين المتوسطين زائد أو ناقص 1.21 إذن ما هي فترة الثقة؟ لإيجاد فترة الثقة عليكم حساب الحد الأدنى عن طريق طرح 1.21 من 1.91 ويساوي 0.7 بالإضافة إلى الحد الأعلى ويساوي 1.91 زائد 1.21 والناتج 3.12 من المهم أن تعلموا أنه لا يمكنكم الجزم تماماً بأن احتمال احتواء فترة الثقة هذه على المتوسط الفعلي يساوي 95% الفكرة هي أن بإمكانكم أن تكونوا واثقين بنسبة 95% من هذا الاحتمال والسبب في ذلك هو أنكم قدرتم قيم التباين والانحراف المعياري للمجتمعين الإحصائيين بالاستعانة بمقاييس عينة كل منهما ولهذا تسمى الفترة التي وجدتمها لفترة الثقة مجدداً يمكنكم القول من أنكم واثقين بأن هناك احتمالاً نسبته 95% من وقوع المتوسط الفعلي لتوزيع X1-X2 ضمن هذه الفترة فترة الثقة وفي الدرس القادم سنفسر ما تعنيه فترة الثقة هذه بشكل مفصل أكثر ترجمة نانسي قنقر